اتفاق الهدنة الذي أعلنت عنه كل من حركة حماس وإسرائيل وذلك لمدة أربعة أيام برعاية مصرية قطرية هذا وأوضح مصدر مصري رفيع المستوى استمرار متابعة القاهرة لتنفيذ بنود اتفاق الهدنة الإنسانية مشيرا إلى أن مصر تثمن الجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة للتوصل إلى الاتفاق بجهود مصرية قطرية وضعت الحرب أوزارها في قطاع غزة حتى وإن كان مؤقتا فبعد مضي سبعة وأربعين يوما عاست فيها إسرائيل دمارا واسعا أتى على الأغدر واليابس فهدمت خلاله المنازل واستهدفت المشافي واستشهد وأصيب عشرات الآلاف وشرد مئات الآلاف توصل الطرفان إلى هدنة مؤقتة لمدة أربعة أيام كان رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو قد رفضها سابقا وأذعن لها مؤخرا بعد ضغوط دولية وجهود دبلوماسية وخسائر لا تعد ولا تحصى في صفوف قواته فرغم التفوق النوعي لقوات الاحتلال تسليحا وتدريبا ورغم التدمير الكامل لشمال القطاع وتهجير أغلب ساكنيه كان جنود الاحتلال وآلياته صيدا مكشوفا لفصائل المقاومة التي كانت تخرج من عرين أنفاقها لتستهدف المتوغلين ففريقا يقتلون ويأسرون فريقا لتصبح خسائر الاحتلال الكبيرة واقعا رغم عظم السمن الذي تكبده أهالي القطاع المحاصر وجاءت الهدنة التي تم الإعلان عنها لتكون أول بنودها وقف إطلاق النار ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة ووقف حركة الطيران في الجنوب على مدار أربعة أيام وفي الشمال لمدة ست ساعات يوميا ليأتي البند الثاني إنسانيا في المقام الأول بالموافقة على إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالا وجنوبا ولم يخفل الاتفاق البند الرئيسي الذي على أساسه تم الاتفاق على الهدنة فكان الاتفاق على إطلاق صراح خمسين من محتجز الاحتلال من النساء والأطفال دون سن التاسعة عشر مقابل الإفراج عن مئة وخمسين من النساء والأطفال من الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال دون سن التاسعة عشر كما تضمن الاتفاق تعهدا من الاحتلال بعدم التعرض أو اعتقال أي شخص في كل مناطق قطاع غزة خلال فترة الهدنة مع ضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين هدنة لم تكن على مزاج القيادة السياسية للاحتلال التي تعهدت في بداية التصعيد بعدم التوقف حتى تحرير محتجزها كافة وتدمير قدرات الفصائل العسكرية بشكل تام إلا أنها أرغمت عليها بعدما شاهدت وعاينت خسائرها وضغوط الشارع الإسرائيلي والخلافات الحادة بين أطراف حكومة نيتانياهو فضلا عن الضغوط الدولية التي عمت عواصمها بالتظاهرات الرافضة لتجاوزات الاحتلال ما أدى لتآكل الدعم الدولي وتغيير المزاج الشعبوي العالمي تجاه إسرائيل للمرة الأولى في تاريخها أربعة أيام من الهدوء النوعي يلتقط فيه الجميع أنفاسه ويضمد الفلسطينيون خلالها جراحهم التي لن تندمل سريعا بسبب ما عيشوه خلال 47 يوما من الصدمة والرعب أحدسته آلة القتل أو الحرب الإسرائيلية لينتظر الجميع ويكتم أنفاسه هل ستستمر العدن أم ستندلع الاشتباكات من جديد